الناس كانت تعرفها بلقب شامة الحصن وكانت بتتمتع بشخصية جذابة وليها جمال مختلف لكن فجأة الناس نسيتها من غير محد يعرف عنها حاجة هي الفنانة وجميلة السينما نوالة أبو الفتوح ليه اعتذرت السينما بسبب ابنها وقالت إيه لعيد الإمام لما حاب يديها صدقة ويطرى عملت إيه بعد مزارة الكعبة نوالة أبو الفتوح هو واحدة من جميلات الشاشة المصرية وليها أدوار مختلفة وجميلة زيها هي دولة اللي كانت غيرانة من زينب البنت الفقيرة في مسلسل الشهد والدموع وكمان هي عملت دور شجرة الدور الملكة اللي حكمت مصر لمدة 80 سنة ورغم ظهور نوالة أبو الفتوح في أعمال سينمائية ودرامية كتيرة بعيدة عن البطولة المطلقة إلا أن الناس ارتبطت بيها وبأعمالها نوالة أبو الفتوح عملت بصمة خاصة مع الجمهور من خلال أدوارها وكمان قدرت تحط اسمها من بين النجوم الأوائل في الأفلام اللي شاركت فيها اتولدت نوالة أبو الفتوح قبيل في قرية العزيزية التابعة لمحافظة الشرقية في 10 إبريل سنة 1940 وتخرجت من معهد الموسيقى سنة 1961 وكانت بتتنتع بموهبة كبيرة بالعزف على البيانو نوالة عينت بعد تخرجها من معهد الموسيقى في نفس السنة اللي تخرجت فيها كمدرسة موسيقى لحد ما اكتشفها الفناني الكبير عبد المنعم مدبولي لما عمل مسابقة عشان يختار وجه جديد يشارك معاه في مصرحية المفتش العام ومن هنا بدأت نوالة شوق طريقها في عالم السينما والتلفزيون نوال بدأت كبيرة لأن أول عمل عملته كان من خلال المسرح اللي هو أبو الفنون مع العنلاق عبد المنعم مدبولي وبعد ما شاركت فيه مصرحية المفتش العام موهبتها بدأت تكبر ودخل لها بعد كده تبقى ممثلة متمكنة على الشاشة وعلشان كده لقناها في أدوار مختلفة ومتنوعة سواء أدوار شر أو أدوار إغراء أو أدوار الست المتسلطة الغيورة وكانت تجيد تكسيد أنط مختلفة من البشر فقدمت أدوار الإغراء والفتاة البريئة والمرأة القوية والمتسلطة اختفت نوالة أبو الفتوح خمس سنين عن الفن بعد ما خلفت ابنها الوحيد أحمد والسبب أنه بكى لما شاف لها دور فقررت الاعتزال لكن رجعت تاني سنة 1981 عشان تقدم أدوار مختلفة عن اللي قدمتها قبل كده فعملت عشرين مسلسل ديني أهمها لا إله إلا الله ومحمد رسول الله والقضاء في الإسلام ومسلسلات تاريخية زي الفرسان والأبطال ولما سألوها عن سر تحولها في الأدوار قالت نفسي أغير صورتي الوحشة اللي بدأت بيها مسيرتي الفنية فقامت بأداء فريدة الحجة أكتر من مرة ولما اشتد عليها الوجع حاول الزعيم عيد الإمام يساعدها فقرر التبرع بإرادة يومين من عرض مسرحيته بوديجارد لعلاجها ووقف في فتام العرض على المسرح وقال لجمهور إنه هيتبرع بإرادة المسرحية في اليومين اللي صالحها ولما عرفت ردت وقالت لو فلوس عاد الإمام هتحييها مش هتاخدها الله الغني ولما حاولت نقابة الممثلين تعالجها على نفقة الدولة برضو قالت مصطورة والحمد لله أخيراً عاوزين تعليقاتكم على الفيديو خاصة إن عندها عزة نفس منعتها تاخد صدقة من عيد الإمام وقالت لو فلوس هتحييني مش هتاخدها والحمد لله مصطورة هل خافت من فلوس الفن بعد ما اعتذرت؟ اشتركوا في القناة